النهاردة يوم مميز جدا هو عيد ملاية قناة سي تي في النهاردة سي تي في تكمل في بيوتكم وفي حياتنا كلنا 16 سنة 16 سنة سي تي في يعني داخل كل البيوت سي تي في مؤثرة بشكل كبير جدا طبعا أنا لما أقولي الكلام ده يبقى عيب أن أنا أقوله لكن سي تي في طبعا 16 سنة النهاردة وبالمناسبة أنا وهيبقى النهاردة رابع سنة على التوالي نبقى مع حضراتكم يعني رابع سنة على تكملنا في شكله الجديد على التوالي كل سنة وأنتو طيبين كل سنة وأنتو بقى الف خير النهاردة اليوم ده بتاعكم والعيد ده إحنا بنحتفل بيه معاكم لأنه مفيش أي نجاح ممكن يتحقق في أي مجال وفي أي مكان وفي أي مؤسسة غير بالصدى اللي بتحققه المؤسسة دي أو الحاجة دي عند الناس إحنا بيكم ومنكم وليكم كل يوم لما بنفضل نفكر إيه اللي هنتكلموا معاكم إيه الموضوعات اللي ممكن نفتحها إيه الحاجة اللي ممكن نقدمها لكم رأيكم إيه دايماً بنشوف إيه الحاجات اللي أنتو عاوزينها إيه الحاجات اللي عاوزيننا نغيرها فدايماً التواصل اللي بيننا وبينكم ده بالنسبة لنا هو مقياس النجاح محبتكم وردود أفعالكم هو مقياس النجاح زي النهاردة من 16 سنة كانت بداية قناة سي تي في اللي بدأت مجرد فكرة مجرد فكرة والأحلام الكبيرة والحاجات الكبيرة اللي بتبدأ بفكرة أو بحلم وبعدين بتتحقق على أرض الواقع بتبقى حاجة جميلة قوي لأن الواحد بيبقى في باله كده أنا ممكن أعمل إيه ممكن أحقق إيه فالفكرة أو النبتة أو البذرة اللي بدأت في تفكير وفي قلب وفي عقل المتنيح دكتور سروة باسيلي في إنشاء قناة هقول قناة مصرية وطنية مسيحية تقدم رسالة لكل البيوت وده اللي فعلاً حصل لما سي تي في بدأت في كل بيت مش هقول بس في مصر لكن في العالم كل طبعاً يعني يعوزني الوقت إن أنا أقول عن سي تي في لكن طبعاً زي ما قالت هبت دكتور سروة باسيلي هو صاحب هذه النبتة الأولى لقناة سي تي في وطبعاً يعني شايفين انتشارها في العالم كله شايفين خدمتها في العالم كله على مدار 16 سنة حضراتكم اتقابلتوا مع عدد كبير جداً من البرامج وعدد كبير جداً من الناس اللي بتشتغل أنا مش بقول الموزعين لكن بقول كل الناس خليت نحل على مدار 16 سنة يمكن مئات الناس في 16 سنة اشتغلوا عشان يوروا لحضراتكم شاشة تحترم اعتقد على مدار 16 سنة سي تي في كانت موجودة في كل المواقف في كل الأماكن داخل وخارج الستوديو أنا منساش أبداً يعني في 2011 وفيما بعد اعتقد سي تي في كان لها دور مؤثر بشكل كبير جداً وهو ده دور الإعلام اللي احنا بنتمناه وهو ده دورنا وهو ده يعني واجبنا اللي المفروض نعمله ونكمله سواء احنا أو الأجيال اللي تيجي من بعدنا يكمله هذه الرسالة اعتقد رسالة اللي المفروض تكون للإعلام الواعي لأن مهمة الإعلام رقم واحد هي الوعي هي نشر الوعي بين الناس مش مجرد إعلامهم بشيء معين أو محاولة إظهار شيء معين لكن الوعي أعتقد هو أهم شيء بيقدمه الإعلام في أي مكان أنت تكون شخص ناجح دي حاجة جميلة ممكن أنك أنت تحققها بشوية اجتهد لكن النجاح ده لما يبقى مرتبط بروح حلوة في المكان اللي أنت بتشتغل فيه أعتقد أن دي حاجة مهم والحقيقة يمكن كل واحد فينا لو قاعد يفتكر ذكرياته أو من يوم ما يعني اتشرفنا أن احنا نشتغل في قناة سي تي في وإحنا لقينا نفسنا وسط بيت وأسرة وعيلة بتجمعها المحبة وده اللي خالين يقول بعد ما تكلمنا على النبتة أو بنفتكر مع بعض الفكرة أو الحلم اللي بدأ عند المتنيح دكتور سروة بسيلي في إنشاء القناة لكن كمان بعد كده اللي استمر وكمل الرسالة هم ولاده وإحنا طبعا بنوجه لهم كل التحية النهاردة بنقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين وتعيشوا وتخدموا وتكملوا الرسالة وتنتشر أكتر وأكتر فبنصبح على أستاذ إليا بسيلي على أستاذ جورج على مدام نيفين على مدام مونة وبنقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين ويا رب دايما في نجاح